هل تعلم ما هي المنجيات من عذاب القبر؟ حافظ على الصلوات في وقتها بخشوعها وبتدبورها أكثر من ذكر الله عز وجل وأكثر من التسبيح والاستغفار احرص على الصدقة وخاصة الصدقة الجارية يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له احرص على قراءة سورة الملك كل يوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها المنجية لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر بارك الله فيك